ما ان اوضح وزير الدفاع الاميركي بالوكالة كريستوفر ميلر ان انسحاب قوات بلاده من العراق سيكون انسحابا جزئيا وليس كليا حتى اترد من قبل الفصائل المسلحة العراقية الموالية لايران باستهداف صاروخيا لمحيط المنطقة الخضراء التي تحوي السفارة الاميركية في رسالة ارادت تلك الفصائل ايصالها للجانب الاميركي مفادها المطالبة بالانسحاب الكامل وليس سواه في بادرة تكررت لعشرات المرات خلال الاشهر الماضية خبراء يرون ان هذا الاستهداف من قبل جماعات مسلحة تابعة لفصائل موالية لطهران يشكل احراجا كبيرا للحكومة العراقية فضلا عن انه يسيء الى العلاقات العراقية الدولية ويحرج الدبلوماسية العراقية تشكل احراج كبير طبعا بالنسبة للحكومة العراقية تسيء الى العلاقات العراقية الدولية وتحرج الدبلوماسية العراقية ايضا وبالتالي لا تعطي اي ايجابية للشعب العراقي خصوصا وهذه الميليشيات معروف ولاءها القريب الى الجانب الايراني وتحمل رسائل ايرانية اكثر هما هي رسائل عراقية اخرون يرون ان هذا الاستهداف يمثل خرقا للاتفاق المبرم بين تلك الفصائل وممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت مؤخرا وقد يقوض اي اتفاق مستقبلي اذا استمرت الجماعات المسلحة بخروقاتها تلك ويدخل العراق في ازمات وصراعات جديدة هناك اتفاق ما بين فصائل المقاومة وممثلة الامين العام جينين بلاسخارت حول عدم استهداف السفارة الامريكية ولحد هذه اللحظة انا برأيي لم يصدر اي تصريح رسمي من فصائل الحجد على ان هناك انتهاء لمدة الاتفاق وبالتالي هذا الاتفاق لا زار ساريا من حيث المبدأ وفي ظل هذه الازمات المستحدثة يبقى مستقبل العراق الديبلوماسي بحسب متابعين مرهون في ايدي ارادات تعمل لاجندات من خارج الحدود ولا تريد للعراق الاستقرار كونها تنمو وتعتاش على الازمات